عارف انك مستغرب قالبت شين هو اللي محطوط جنب عاد الامام ده لا 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 انت بتهزر ايه علاقة ده برضه بعمر مصطفى عزرك والله عزرك بس اتقل عشان الموضوع اكبر من 3 دول ده لسه عندك اسماعيل ياسين وتوفيق الدين وليلا جنب ده ساعدتك ناس اغتنت وطلعت سابع سماء وناس افتقرت ونزلت سابع ارض وبقت على حفة الفقر او كانت بالفعل على شفاء الانهيار ومعنى الكلمة كل ده كان سببه شوية قوانين موجودة عند غيرك ومش عندك وفي الحلقة دي مش هنتكلم عن الافلام لا احنا هنتكلم في الافلام يعني هدخلك المطبخ بتاع الصناعة نفسه وحواريك ما بعد الفيلم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتم ولو حتسألني كده عن تايتل الحلقة وعايز رد سريع فا يا سيدي البتشينو اغنى من كل اللي محطوطين في الصورة دول واللي كمان قلت عليهم لا ولو كمان حبيبت لي في اي ممثل او مطرب او ملاحن مصري مع هذا عمر دياب يعني عشان درجة ملياردير فانا وانت واحنا مغمضين عينينا حنقول ان البتشينو اغنى من كل الناس دي ولو حاكمت فحنقول انه اغنى من كل الممثلين المصريين المجتمعين وانا هنا ما بتكلمش في فلوس يعني مش بكلمك عن فرق سعر صرف الراجل اه قاعد في امريكا والدولار دلوقتي ملمس في 70 جنيه فانا اكيد مش بسزاكة ان اكلمك في موضوع زي ده معلم الموضوع كبير بقول لك من كتر ما الموضوع كبير فحقول لك كده حاجة من على طرف المعلاقة حاجة غريبة حابتين تلاتة كده تعرف فيلم كيمو وانتيمو طب تعرف فيلم زي الدرامالي فقر يتمالي هتقول لي طبعا عرفهم دول البست سيلر بالنسبة الروتانة بتعرضهم تسع مرات في اليوم مع انهم سقطين بالسلس اقول الفيلمين دول بقى كانوا كافلين يخلوا الممثلين وصناع الافلام دول بعيالهم بأحفادهم مليونيرات شوف مع ان الفيلمين تقريبا محققوش 20 جنيمة كرمشة في السينمات لما نزله المهمة سيدي نخش في الموضوع وعشان نخش فيه لازم افكرك بعمر مصطفى فاكروا بتاع في رمضان عمر مصطفى بقى لاربع سنين كده بيهلفت في عمر دياب وبيقول انه مش هيشتغل معاه تاني لأ وكمان بيقول ان الملحن هو اهم عنصر في الاغنية والكاتب والموزع اما المطرب هو اداة لتحقيق الهدف من الرسمة او السكتش اللي ترسم ده هو دوب شاف لوحة مرسومة ابيض وسود فبصوته لونها وتلعت بالشكل الاخير ده فصبح ما بين عمر مصطفى وكل البرامج اللي بيظهر فيها قطيع مع عمر دياب واضحة للعمة واللخرس واللطرش انا عايز اقول لك انك لو بس فكرت تكتب على يوتيوب عمر مصطفى حيجيب لك عمر مصطفى في رمضان وعمر مصطفى وعمر دياب الازمة مش سهلة وكل محركات البحثة هتخدملك عليها وفي الوهلة الاولى وانت بتتفرج على كلام عمر مصطفى خلينا نقول بصيغ الترندات السوشيال ميديا ممكن تقول عايز يركب ترند عايز يتشير على قفة اشهر واضخم مطرب في مصر والوطن العربي حقك باسم عمر دياب لو تجاب جنبه اي اس فاكيد الاسم ده هيلعلع ويتشاف كلامه اللي بيتقال اما لو بصرت الموضوع من ناحية عمر مصطفى او من ناحية فنية بشكل عام فحتلاقي ان عمر مصطفى بشكل او باخر كان عنده حق في الكلام اللي بيقوله حق مشروع حق الاداء العلني وهو ده مربط الفرس حق الاداء العلني في البداية الحلقة دي هتبقى متقسمة لجزئين جزء احنا هنبتدي به وهو اللي بيتكلم عن الفرق بين صناعة السينما في هولوود وصنعة السينما او الدراما في مصر والوطن العربي لحد سنة 2017-18 يعني وقت الكورونا كده تحديدا طب ايه ده؟ اشمعنا قلت نفذ صناعة برة وصنعة في مصر اتقل عشان مع الوقت هتعرف الفرق بين الصناعة والصنعة وفي الجزء التاني هنتكلم عن الفرق بين الاتنين بس ما بعد فترة الكورونا لحد النهاردة نرجع لكلمة حق الاداء العلني يلا بينا حق الاداء العلني هو قانون او اتفاقية تسمى باتفاقية روما واحد وستين وحق الاداء العلني بيكفل للممثل والمخرج والملاحن والموسيقى والكاتب والشاعر والمطرب وايا كان وصف المبدع اللي عمل لك فيلم او مسلسل او لعب لك او لحلك مزيكة انه ليه حق في العمل اللي حصل ده طب ما احنا عارفين حقوق الملكية وان لازم المبدعين دول يتكتب اسمهم على التتر وياخدوا راتب نظير ده هقولك ماشي ده الحق المعنوي اما فيه حق تاني مدي في هولوود والدول المتقدمة او اللي بيبقى فيها حق الاداء العلني ده المبدع اللي احنا قلنا عليه بيبقى ليه نسبة في الربح من المصنف الاداء سواء بقى مقطوعة موسيقية او فيلم او مسلسل ده هتقول لي ما هي معروفة اما كل واحد يشتغل شغلانة المفروض ياخد حقه هقولك ده انت غالبان او معلم لان هو ده اللي حكى فيه عمرو مصطفى من فترة عمرو مصطفى خلينا اقولك انه هو لحن مثلا قرابة الالفين اغنية منهم البيك بتاعت عمرو دياب والبيك برضو بتاعت عمرو مصطفى اللي اتنين نجحوا مع بعض واغنيهم دغدغت العالم مين ينسى خليك فاكرني بتسححك في دموعك وتخليك تبكي على اطلال حد يقدر ينسى اما اكتر واحد بيحبك بتاعت اعلام بيبسي اللي احنا مقطعينه هو عتنسى وتضعف فبحد يقدر ينسى البيبولر ديسوردر بتاعت عمرو دياب هو بقول احبك اكراهك اسيبك انداهك اعلق نفس بيكي ولا اعمل فيك ايه بايبولر بقولك كل دول واغني اكتر من دول كمان نجحة عمرو مصطفى كان سبب مهم فيها لانه هو كان الملحن هو جزء من اهم اجزاء الرسمة او اللوحة اللي انت شفتها دي بس هو واحد من ضمن كتير ساهمه في اللوحة دي ماخدش حقه تعرف ليه فمثلا خليك فاكرني عمرو مصطفى اخد فيها راتب تقريبا الفين جنيه تمام الالفين جنيه وقتها كان رقم ورقم محترم كمان بس عمرو دياب اخد كام من ورا الاغنية دي عمرو دياب بكل بساطة ممكن يغنيها في كل حفلاته لانها في رصيده كمطرب يعني في استدامة الرصيدة عمرو دياب والزيادة اكتر واكتر في الفلوس كل يوم والتاني بسبب غنوة بقالها 25 سنة لانه في الاول والاخر هو مطرب وحيغني في كل حفلة اغانيه فبالتالي الاغاني دي هي اصفار بتتعد كل يوم في الحساب البنكي بتاع المطرب ده انما الملحن ده او خلينا اقول لك الموزع والشاعر والمزكتية اللي لعبوا الغنوة دي فهم خلاص اشتغلوا الشغلانة وخدوا تمنها ومضوا تنازل على حقوقها مش بس الاغاني دي يعني اصادك مثلا الاغنية زي بشرة خير ايا كان الراتب اللي اخده عمرو مصطفى وقته بس الاغنية دي على اليوتيوب محقق فوق 600 مليون مشاهدة دلوقتي ولو بصيت على القناة اللي حطى الغنوة دي فحتلاقيها قناة المطرب نفسه حسين الجسمي يعني حسين الجسمي في كل مرة بتتسمع الاغنية دي ففي اعلانات بتتشاف غير كده بيقترحوا الكبار المعلنين ان هما يحطوا اعلاناتهم على المقطع ده لان دول دفعة وصريفة لليوتيوب مثلا في يوتيوب بينصحهم ويقترح لهم ان منتجهم اللي حيعرضوه او خدمتهم على المقطع ده حيتشاف بنسبة اكتر لان فيه تفاعل شديد على المقطع يوعدنا يا رب بملايين مشاهدات وامازون وشركات العالم الكبار يحطوا اعلاناتهم عندي ويطلبوني في سبونسر ده احنا غلاب او اسايل المهمة سي دي دي الفكرة عمر مصطفى اخد ثمن اللحن بتاع الشغلانة دي ولكن الشغلانة دي عملت بعد كده الاف الدولارات وملايين الجناهات بعملتنا وكل ده راح لشخص واحد بس وهو المنتج اللي حط التراك ده عن نت واللي هو حسين الجسمي ولما نتعمك اكتر في الموضوع هنكتشف ان المشكلة مش في حسين الجسمي يعني هو على عيننا وعلى راسنا ولكن هو ده شكل الصناعة او الصناعة في الوطن العربي ان فيه ناس كتيرة بتشتغل من اجل مشروع واحد ولكن ربح المشروع ده بيصب في مصلحة المنتج وبس فحق الاداء العلني بيقول ان الملحن او الشاعر او الكاتب او المبدع اللي عمل الغنوة دي المفروض في كل حفلة بيتدفع فيها فلوس ييجي نسبة للشخص ده عشان كده لما بنرجع لحق الاداء العلني برا بنكتشف ايه بنكتشف ان مثلا الباتشينو في ملحمة من اقوى ملاحم السينما العالمية جاد فادر مش بس الباتشينو لا الممثلين الرئاسيين في الفيلم الممثلين الرئاسيين والمؤلفين والكتاب والمخرجين في الاعمال سواء افلام او مسلسلات بيبقى ليهم نسبة ربح في كل مرة يتعرض فيها الفيلم او المصنف بتاعهم فليهم نسبة من الربح ده يعني مثلا الفيلم بيتنفز وبيتم اخراجه ومنتاجه وعمل جميع حبا اشتكناتو بتاعت البوست برودكشن واخيرا بيظهر للنور وبينزل للسينما كل الناس الجميلة اللي قلتلك عليهم دول بقى بيبتدوا يلموا الغلة الفيلم ينزل من هنا ويبيعوا المنتج لقنوات التلفزيونيات يفضل ينزل على كل فيلم او كل مسلسل ايه اعلانات وفيه مستهلك بفضل يتفرج على المصنف ده لمدة قد كده فلازم زي ما قلنا نظرية المعلنين الكبار معلن كبير زي امازون مثلا يحط اعلاناته في افلام قوية زي جاد فاذر او سينتوفا وومن فحق الاداء العلني هنا بيكفر للمبدعين اللي قلنا عليهم في البداية ان يكون ليهم نسبة من الربحة الاعلانات دي على كل مرة بيتزع فيها المصنف اللي هم شاركوا فيه ايا كان طريقة مساهمتهم صورتهم ظهرت في المصنف صوتهم شكلهم لان هم شاركوا في العمل ده فلو جينا على البتشينو اللي حطناه في الثامنيل وانوان الفيديو مثلا فحنكتشف ايه ايه اقوى افلام البتشينو هتقولي من اول ما ابتدى لحد التسعينات ومن الالفنات البتشينو مش هتفتكر له افلام عملت بوم قوي يعني غير ايه مثلا يعني ايريشمان فالفكرة ايه ان افلام البتشينو القوية اللي عملت اسمها البتشينو وكانت في البيك بتاعته هي اللي لحد دلوقتي بتتعرض في التلفزيونات فهي دي الفكرة ان دايرة الانتاج او قانون اداء الحق العلني بيكفر للمبدعين دول حق ان هم يكسبوا من منتاجهم اللي هم انتجوه من سنين فاتت كسب بقى خسر اتعمل على مرأته شربة هم ليهوا من نسبة من الربح ده من ورا مصنفهم اللي هم اشتغلوه لمدة قد ايه بقى حق الاداء العلني دا بيلزم جات الانتاج تدي المبدعين حققهم بيقولك لحد ما المصنف دا يتم عليه خمسين سنة ومن بعدها بيكون المصنف دا تراص ممكن انا بعد خمسين سنة من تاريخ المصنف فجت انا عملت فيلم وحطيت فيه مشهد بحاله مثلا عندي فملهوش انه يسألني في دولار واحد كحق على المنتج بتاعه دا لانه بكده اصبح تراص طب نسبة ربح المبدعين في حق الاداء العلني بتبقى كام مثلا مش بتكون قوية يعني عشان خيالك ميروحش البعيد يعني مثلا الفيلم لو تعرض دلوقتي وتكلفة عرضه مثلا جابت ربح ميت جنيه ممكن المبدع دا يجيلي من ورا الربح اللي حصل خمسين قرش ولا حاجة بس الفكرة هنا ان طالما العمل دا عمل بومنج فخمسين قرش على خمسين قرش على خمسين قرش يتجمعوا فالمبدعين اللي اشتغلوا الشغلانة دي هيكسبوا من وراها قد المبلغ اللي خدوه كراتب وهم داخلين ينفزوا الشغلانة دي هيكسبوا اكتر من المبلغ دا بالاف المرات يعني مثلا ممثلين فرينز كانوا بياخدوا 20 الف دولار على كل حلقة تقريبا والمسلسل نجح وكسر الدنيا والقنوات في العالم كلها اشتريتهم الممثلين دول ما توقفتش دايرة ربحهم على العشرين الف دولار تعرف ليه؟ لان المسلسل دا من كتر انتشاره وكتر عرضه هنا وهناك فالمسلسل دا معلم بيحقق للممثلين دول عوايد بكل سنة برنج 20 مليون دولار سنويا يعني كل ممثل فيهم بياخد له 3-4 مليون على مسلسل عد عليه سنين وعدت زي السواني في حبك انت ولحد ما يموتوا تقريبا المسلسل حيفضل ينتشر في كل القنوات وكل المنصات ووراستهم حيفضلوا يورسوا في كل الفلوس دي من غير ما تخلص دا غير بقى عندك عوايد المخرجين وعوايد الكتاب بتوع المسلسل يكفي قولك ان نيتفليكس دفعت 100 مليون دولار للمسلسل دا دا غير انها بتجدد شراء المسلسل كل سنة فانت الحسابة بتحسب بمعنى الكلمة وهي دي بقى القصة انه هولود بتعتبر المبدعين عموما شركاء انت شريك نجاح انت اشتغلت وحطيت ايدك معايا فطرى ما حصل نجاح انت هيكون في لك نسبة ببقى ان جسدك او شكلك او صوتك او مزكتك لسه الناس بتشوفها وتسمعها حتى يومنا هذا وهي دي يا جماعة معنى كلمة صنعة عكس بقى ايه عكس كلمة صنعة اللي هي بتحصل فين اللي هي بتحصل عندنا الصنعة هي الحرفة هي كأن بالضبط لما يجي لك عم السباك المحترم يعملك مرماية في الحمام عشان الحمام ما يصربش على الجيران اللي تحتكم ويعزل الحيطة عشان السقف ما يقعش على عم محمود اللي تحتكم وهو بيأكل البطيخة ولبس الفانيلا الحمالات في امان الله هل انت بقى كل ما بتدخل الحمام بتدي للسباك ده مصنعياته كل مرة والتانية والتالتة والربعة اكيد لا لانه عمل شغلانته خلاص وهو ده اللي بيحصل في صناعة السينما او الدراما او حتى المزيكة المصرية واللي يتكلم فيه بالضبط عمرو مصطفى ان بمجرد ما العقد اتمضى ما بين الممثل والمنتج والبايع والشاري بيحصل ايه؟ بيفتح الله فيلم مثلا زي اكس اي فيلم عدة في خيالك لعاد الامام خلينا نقول يا سيدي حنا في القبه هنا عاد الامام اشتغل الشغلانة دي وتمام الفيلم نزل السينما وكسر الدنيا والعالم وبيتعرض كل شوية على التلفزيون بس هل عاد الامام بياخد اجر النظير كل مرة بيتعرض فيها على اي قناة؟ الاجابة لا لانه خلاص اخد اجره اللي اتفق مع المنتج عليه وكان الله بالسر عليه ملهوش بقى عاد الامام انه يتدخل في الفيلم جاب كام ولا حيجيب كام ولا حيتعرض على كام قناة بعد كده في التلفزيونات فعاد الامام هنا مثلا كممثل اكس اتفقنا عليه مش عاد الامام نفسه يعني في عرضة مثلا انه لقدر الله يمرض يتعب ما يقدرش يشتغل تاني ففيلمه يكون لسه بيتعرض على التلفزيون وهو شايف مدى نجاحه وقصاد عينه بس خلاص هو ملوش انه يتكلم في جنيه ربح بعد كده زي مثلا ما حصل في فيلم بوشكش الناس كلها كانت نسيته وخلاص تردم عليه بالتراب بس في 2014 تيجي صحفها كده اسمها ايجيبشن ايج تعيد احياء افهاته اللي مليانة بيس يامان بيس فيخلق دافع عند شركة روتانا انها تحطه لو حكمت كل يوم على جميع قناوتها لان الفيلم رجع لازهان الناس من تاني وطبعا في اعلانات كتير عليه لان الناس حابت تشوف الفيلم من تاني بس هل محمد ساعد يقدر ياخد جنيه بعد كل مرة يتعارد فيها الفيلم ده وبيتحط عليه اعلانات متلتلة قد كده بسبب فيلم ما كانش ناجح لما تعرض وكسر الدنيا بعد ما تعرض الاجابة برضو لا ولو كان حيرجع له فلوس فالمفروض يا استاذ محمد بصراحة كده تحاول جاهدا انك تتواصل معايا وتديني جزء منها ايوانا العبد لله تعرف ليه هقول لكم سر كده من اسرار الدفينة برا الحلقة انا سيدي اللي كنت من عشر سنين عامل صفحة ايجيبشن ايج وانا اللي كنت باعمل الكوميكس اللي دمها تقيل دي بس عجبت الناس وكسرت الدنيا والصفحة دي كانت جايبة مليون فولور وتقفلت بعد كده كوبرايتز شوف مع اني كنت بخلي الناس تكتشف اعمال كانت مردوم عليها بالتراب ايوة والله هو انا اللي انت بتتفرج عليها على اليوتيوب كان سبب بشكل او باخر ان فيلم بوشكش الناس تعرفه وتكتشف فيه افهات جلد الجلد ولو كان فيه قانون عندنا لحق الاداية العلني فكان محمد سعد وقتها بقى من مليونرات مصر لان الفيلم اتعاد على روتانا كتير جدا وقنوات كتيرة اشتريته بعدما الافهات دي تم اعادة اكتشافها مما كان يؤدي الى ان محمد سعد يبقى مرتاح مادية فيقرر بعد كده لما يختار ورق الافلام ومسلسلات عشان يشتغلها فيشتغلها ببراية لانه كده كده مش محتاج اي حد يقوله تعالى يا نجم اشتغل الفيلم ده وحنديلك كام مليون قلينين لا انا كده كده مرتاح وانت اللي عايزني فاختار بقى الورق والشغل اللي يخلينا اشتغل بنواءان ويخليني انجح بشكل احسن بعد كده ولكن عشان مفيش حق اداء اعلاني زي ما قلنا ممكن ممثل او مبدأ يعمل شغل فينجح او يضرب او حتى يفشل فما يشتغلش بعد كده فالانظار تروح من عليه فيضطر انه يشتغل وينحت في اي حاجة بس عشان تجيب له فلوس وهو ده بالزبط اللي عمله محمد سعد اخر عشر سنين وهي دي فكرة حق الاداء العلني ان هي بتخلي المبدعين مستقرين ماديا فيقدروا يشاركوا في اعمال اجدد ببراية وبعناية وبحسن اختيار عشان انتاجيتهم تبقى احسن وفي مكانها الصحيح مش ينحتوا في اي حاجة والسلام وهو ده السبب اللي كان ممكن يخلي صناع افلام معينة في مصر اغنية النهاردة زي مثلا مها احمد في فيلم الاخمة راس والباشا تنميز بادوارها دي كانت ممكن تبقى في حتة تانية لان الافلام دي برضو كانت متوب هتس فروتانا وبتتزع دايما الى ان النهاية كانت ايه مها احمد بتطلب من الناس دلوقتي تكبيس تكبيس على تيك توك كل يوم لان شغلها انتهت علاقته بالافلام اللي عملتها بمجرد مماضة العقد وخدت راتب كانت ممكن تخلي صحابها اغنية ومليونورات جدا النهاردة لان دي اكتر افلام تمالي روتانا بتعرضها بس روتانا بتعرضها كتير عشان الافلام دي روتانا اصلا اشتريتها بطراب الفلوس وكده كده مفيش حق اداء على ان يحفظ دي الممثلين دول حقاهم بعد كده فروتانا زي ما بنقول كده بتعبي اوقات فراغ القناة بالافلام الهبطة دي وكده كده صناعة ما بياخدوش راتب عليها يكفي اقولك ان شريف حمدي بطل فيلم درامالي قاعد دلوقتي في الامارات بيشتغل عادي جدا فدي الفكرة ان الفيلم ممكن ما يبقاش له جمهور اول ما ينزل على القنوات ولكن بعد فترة من الزمن زي بوشكش ممكن يتم اعادة احيائه ويتشاف ويتحب كمان وينزل عليه اعلانات عشان بسطها لك اكتر اليوتيوب بيعمل نفس الميكانيزم دي فحلقة مثلا زي الحلقة دي عندي هي تعتبر بالنسبة لليوتيوب من افشل الحاجات اللي انا عملتها ولذلك يوتيوب قلل نسبة الاعلانات عليها وكمان ما بيكترحاش للناس لان انا بشكل او باخر مش منفع اليوتيوب من وراها ولكن هي بالنسبة لي انا الحلقة دي هي اهم شيء انا عملت وحعمله على مدار حياتي ادعوك بقى تشوفها عشان حقيقي لو مش افتهاش فانت فيتك كتير او يا معلم شوفها بقى يلا وفهم يوتيوب غلطه ايه واظن انت انا ممكن تكون عرفت ليه الباتشينو ممكن يبقى اغنى من عاد الامام او اي ممثل تاني لان الباتشينو اللي ما عملش حاجات عملت بومنج من بعد التسعينات فهو بكل بساطة وبكل شياكة ممكن يعيش على ارباح سنتو فاومن وهيت وسلسلة جاد فادر لحد يومنا هزا حتى لو ما اشتغلش تاني وللعلم الباتشينو اشتغل في نص عدد اعمال عاد الامام يعني الباتشينو مثلا ينشتغل في خمسة وستين عمل عاد الامام اشتغل في مية حاجة وستين عمل طب ايه هل انتهت القصة لحد هنا الاجابة لا لان حقوق الملكية وحق الاداة العلني او اي قانون خلقت الدنيا اكيد البشر حيلقوا طرق مش هنقول بيتحايلوا عليها بس هنقول البشر اخترعوا طرق عشان ينطوا عليها ويحققوا اعلى نسبة ربح ممكنة فمثلا فاندين الصف الاول احيانا بيشترتوا في عقدهم في مصر على نسب من ارباح الافلام لما تنزل مثلا وكده بس مش ده اللي انا اقصده اللي انا اقصده النط الحقيقي على ان مفيش حق اداء عمني في مصر فمثلا عاد الامام نجم مصر الاول والاوحد كده كده اي فيلم حيعمله حيجيب ملايين الملايين الملايين واجروا برضو ملايين احنا مش بنقول انه حيعمل الفيلم بتاعه ده للوطن ولكن يعمل ايه عاد الامام عشان ياخد نسبة كبيرة في ارباح المصنف بتاعه اللي كده كده حيكسر الدنيا بسيطة يشارك في انتاج الاعمال دي فحتلاقي في نص التسعينات بتالي تطلع شركة اسمها عصام امام وشركاء وعصام امام اللي هو اخ عاد الامام هتلاقي فيه مشاركة في فيلم زي الارهاب والكباب ومصرحيات زي رود دقار دي واو افلام الالفنات اللي عملها عاد الامام معظمها متشارك فيها في الانتاج من الشركة دي بفيلم التجربة الدينماركية وعريس من جهة امنية والسفارة في العمارة وطبعا واحنا بنعرف المعلومة دي فانا وانت وكلنا على بعض عارفين ان دي شركة عاد الامام مش عصام امام ولكن ده بيكون على الورق بس عشان الدرائب مش اكتر فبعد كده بعد ما الافلام والاعمال دي تنجح في السينما وتجيب ارادات فان الارادات تاخد منحنين منحنة ان عاد الامام اخد ردبه كممثل وكان الله بالسر عليم والمنحنة التاني انه هيبتدي اخد ردبه كمنتج على هيئة حصة في الربح من تذاكر السينما الحاد بعد مرحلة ان الفيلم ما عادش في السينما لما الافلام دي القنوات التلفزيونية تطلب ان هي تعرضه فمن هنا يقعد عاد الامام المنتج مع القناة المعينة دي ويشوفوا عاوزين يعرضوا الفيلم كام سنة ولا كام شهر ومن هنا يروح نسبة من الربح لعاد الامام المنتج وعلى فكرة عاد الامام مش بس عمل كده لا ده شارك برضو في انتاج معظم مسلسلاته بعد كده اللي تعرضت في رمضان بس تحت اسم شركة ماجنم اللي هي عالورق برضو بتاعت رامي امام اكيد جيف فلك تامر حسني اللي عمل شركته باسم تامر حسني وشركة اخوه باسم حسام حسني ومن هنا بياخدوا الاجر مرتين مرة من تعاونهم مثلا مع عاجات انتاج زي روتانا والمرة التانية لما مشاريعهم سواء كانت افلام او اغاني تتوزع للقنوات او منصات المشاهدة زي يشاهد مثلا فمن هنا بيحصل فكرة ان هم يعملوا اوفر رايد لحق الاداء العلني فالفنانين دول يقولوا لك ايه مش كده كده مفيش في مصر حق اداء العلني وفيلمي هيفضل يتعرض قدامي وانا ماخدش منه جنيه خلاص بسيطة شركتة ايه ولو حبيتوا تعرضوا افلامي ترجعوا لي اتنازل عن حقوق المشاهدة لسنين معينة بعقد معين ويجي لي من ورا الفرجة دي فلوس عكس اعمالي السابقة اللي مبلوكش فيها جنيه دلوقتي وده بقى اللي رجعنا تاني لعمر دياب عمر دياب لو رجعت التاريخه تحديدا قبل 2014 حتلاقيه مع كل شركة وشركة بيبتدي بصوت الدلتا وبعدها عالم الفن وبعدها روتانا قبل 2014 كان بيتعامل معهم كل سنة ألبوم وتمام الدنيا ماشية والحياة حلوة بس 2014 تحديدا بيظهر اليوتيوب وبيكون اكتر حاجة بتتشاف وتتسمع اغاني فيه فاكرة صاحبي مهرجانة فيل وفيجو وخالد كفتة وعمر حاحة وسادات وامسي امين وقتها دي الفترة الجلد بجد المهم زي ما اتفقنا تقريبا ان خلاص من بعد الثورة ما بقاش فيه شرايط بيتعبى فيها ألبوم وينزل يتباع دلوقتي بقى عندك يوتيوب منصة بتجيب ملايين ومليارات المشاهدات من الأغاني فهنا في 2014 بيقرر عمر دياب يعمل شركته ناي بتاعته وخلاص بقى ينتج لحاله بكل أغاني على اليوتيوب طب الدنيا تخاصت عشواء على اليوتيوب أغاني المهرجانات تكسر الدنيا ويتوه في وسط الزحام أغاني المطربين المصريين فعمر دياب يستحوذ أو يشارك في أنغامي عشان دي تكون كمان منصته انت يا باشا اللي حتيجي تسمعني وانت اللي حتيجي تدفع الشراك لو عايز تسمعني مش حبقى خاضع بقى تحت شركة انت جاية معينة وأغانية تجيب عليها ألافات الدولارات وانا بص على الفيوز من هنا ومليش ان نتكلم في جنيه وبكده احنا نكون عرفنا ايه الفكرة من كونسبت حق الأدايا العلني والناس اللي تكيفت معاه وعرفت تكيفت عليه عشان تحقق أعلى نسبة ربح ممكنة بس برضو في ناس بتتكوي بعدم وجود حق الأدايا العلني وكان ممكن كاريرها أو حياتها الشخصية تاخد منحنة تاني يعني اللي انا هقوله ده افتراضات متافور مش أكتر تعالى نفترض ان لو 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 كان فيه حق أدايا أعلني في مصر من زمان يعني كل ده افتراض وخيال انا قلتلك انا مش بكلمك في حاجة حقيقية هه بكل بساطة لو كان موجود الابشن ده ع أيام اسماعيل ياسين مثلا كانت حتتعرض أفلام اسماعيل ياسين واللي هو كان بينتجها أصلا ع القنوات وكان حيفضل غني مع ان سوقه وقع وقتها ولكن كل أفلامه كانت بتتعرض ع التلفزيون والإعلانات شغالة على أفلامه في عز الوقت اللي هو كان بيفتقر فيه كل يوم والتاني وهو ما بيتربحش من وراء عمله اللي ظاهر فيه لحمه ودم ده كل يوم وما كانش توفيق الدين مثلا اضطر انه ينحد في تلت اربع أفلامه وانطقى أفلامه كويس ولو حبنا نعد مش هنزأ زي ما قلتلك على الفنانين اللي مصار حياته متغير بعد ما بقاش عندهم سوق أغنية زي بشرة خير ويوم وريوم جايبين ملايين مشاهدات كاتب الأغاني دي وملاحينهم مثلا زي عامل ومصطفى كان زمنهم دلوقتي مليونيرات أنا ما بقولكش ان هم اشتغلوا شغلنا دي وتم استعبادهم كأنهم اشتغلوا كل سنتر عربي بألف ومتين جنيه ولكن كل ما ده التراث والأغاني والأفلام بتتشاف وبينزل عليها إعلانات فده بيكون بشكل أو بآخر حق للناس اللي شاركت في الحاجات دي يأمن لعيالهم وأحفادهم مستقبلهم وهم في البيت زي البشوات ولكن في الحقيقة كل ده بيصب في مصلحة المنتج مش أكتر طيب مش احنا في البداية قلنا الحلقة دي جزء اين جزء قبل وبعد فترة الكورونا تعال بقى سيدي نرجع للآمن اللي ما يعلم بها ربنا دي من 2019 لحد النهاردة إيه أكتر حاجة انتشرت وكذبت من وقتها حتقول بكل بساطة منصات الستريمينج وزي ما عرفنا من الاقتصاد اللي كلنا كنا شطار فيه جدا شطار فيه جدا الحقيقة إن في الوقت اللي بيحصل فيه زيادة الطلب على شيء أو منتج لازم المنتج أو العارض يزود العرض في إيه اللي يحصل من ساعتها ولحد النهاردة المنصات بتاخد منحنة إن هي تكسف من إنتاج المسلسلات بشكل غير مسبوك يعني الأول كان كل سنة حصلت المسلسلات كان مثلا 60 70 80 100 مسلسل في السنة ولكن من ساعتها والحد دلوقتي فيه سنين يتعامل فيها في المنصات دي فيه 500 مسلسل فالإنتاج أخد ديريكشن تاني بقى الاهتمام الأكبر بفكرة المسلسلات وفي نفس الوقت اللي بيتبنى المسلسلات دي هو مش التلفزيون مثلا فهينزل إعلانات كل شوية زي ما بيحصلوا طبيعي لأن فكرة الإنتاج في الستريمينج أبس هنا صور منتج إخرج بيع للستريمينج أبس اللي هي أيمة على إيه؟ أيمة على تريح الدماغ أنا كمستالك هدفع 15-20 دولار اشتراك وحتفرج على مسلسل من غير إعلانات ولا أي وجع قلب وهنا حصل إدراب هوليوود من كام شهر الإدراب اللي عدت 3-4 شهور وده بسبب إن الكاتب بيشتغل ككاتب مش أكتر ما كان بتكتب مسلسلات وبعدين تروح تتعرض عن منصة ومفيش لحق أداء علني ولا حتى لي إنه يتدخل في الصناعة كتخيل وكشخصية وإنه يحضر اللوكيشن من الآخر كده أفقدت للكتاب سلطة أو حق اليوم في شغلهم الطبيعي اللي كانوا بيعملوه قبل كده وبأخير الشغلانة كله رايح في كرش المنتج انت مديلي على تنازلك للمسلسل أو مصنف بتاعك هنا وحيتصور ويتنفذ ويتعرض عن منصات وكان الله بالسر عليم وشكرا على كده عكس زمان كانت القنوات بتشتري مسلسلات والأفلام تملي فكل شراء لكل محطة بيساوي عرض للمصنف ده كتير وفيه فلوس داخلة في الجيوب المبدعين إنما دلوقتي فما بقاش في حد أصلا يفتح قناوات التلفزيون الطبيعية فهنا الشراء الوحيد للحقوق دي بيتم مرة واحدة عشان المنصة بتاخد العمل وتتبنىها كعمل حصري لها فالمبدعين من هنا بيكونوا تقاضوا أجرهم مرة واحدة تقريبا وكان سبب الإدراب ده كمان والأهم هو تخوفهم من إن الإيئة ياخد مكانهم لأن بكل بساطة بربع جنيه برمجة ممكن يتم إدخال عناصر سواء فيجوال لأشكال الممثلين والمبدعين وهم ما اشتغلوش أصلا فما ياخدوش فلوس أو لأفكار الأفلام والمسلسلات من الألف للياء سواء إخراج أو كتابة أو سيناريو ممكن بكل بساطة يتم إدخال المدخلات دي في كود واحد فيرد عليك الإيئة بمسلسل بحاله من غير ما تدل أي مبدع دولار واحد يعني شوف الوضع اللي مش طبيع عندهم ده هز الدنيا لدرجة إنه كل المواقع قالت نهاية هولوود وإنه خلاص الدنيا هناك حتبوز بسبب اللي حصل ده فعز إن الهوجة اللي حصلت دي أصلا هو ده الطبيعي في مصر ده مش بس ده الطبيعي ده ده اللي الناس بتتمنى أساسا لأن مصر كلها بقت نفسها تشتغل في مسلسل وفيلم واثنين وكلها عايزة تنحب فأنت بقى شايف إيه هل أنت شايف إن الموضوع ده مش مهم لأنه كل الفنانين بياخدوا ملايين وخلاص اكتم يا نجم انت كسبت فلوس قد كده ولا أنت شايف إن هم ليهم حق يتربحوا من مصنفهم لأن المصنف ده نابع من فكرة تم مشاركة الإبداع فيها من أشخاص كتيرة والفكرة مش بتموت ولكن الفكرة هنا إن فيه منتج كل يوم بتربح منها أوجات مشاهدة ولكن المبدعين لا فأنت ايه رأيك يا كينجي كنوب وفي النهاية كان نفس أتعمقلك أكتر عن فكرة الإنتاج أكتر من كده خصوصا لشركات الإنتاج اللي هي مرازة ممثلين وبترازف مبدعين لحد دلوقتي خصوصا في الوطن العربي بس الكلام اللي حقوله تقريبا مروش علاقة بموضوع حق الأداء العالمي فحب أعرف رأيك عموما في الكومنتات وأشكرك على وقتك السمين ويلا سلام عليكم